شكرا جزيلا ولمواكبة أفريقيا نحتاج إلى شراكة منموسة ما معنى ذلك ينبغي أن يبقى الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي يمكن التعويل عليه وثقة فيه إن الاتحاد الأوروبي هو أول مستثمر وأول شريك تجاري لأفريقيا وهذا لم يأتي بمحض الصدفة فإن أول خطة استراتيجية إقليمية في إطار البوابة العالمية الاستثمارية مخصصة لأفريقيا والمبلغ هو 150 مليار يورو من الاستثمارات ومعنى قد قمنا ببلورة وتحديد أهداف واضحة جدا لنستثمر فيها إذن لدينا موضوع الانتقال الإيكولوجي الأخضر وقد ناقشنا هذا الموضوع وكان هناك عدة شركاء ودوا المشاركة في الموضوع الأساسي في هذه الخانة ألاوة والهايدروجين الأخضر وتحدثنا عن النقل وضرورة ربط أرجاء القارة فذلك أمر ضروري وشرط لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية وتحدثنا عن فكرة السواتل والإنترنت وكذلك الزراع المستدامة والرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات إذن هذه الأولويات حددناها معا والآن نود أن نعمل معا على تفعيل هذه الأولويات وتقديم الخدمات لقد قمنا بعرض أول سلسلة مع المشروعات عليكم اليوم وهناك مسألة أخرى تهمني ويبغي ذكرها هنا ألا وهي ضرورة التجديد على أن تعزيز الشراكة يتطلب مننا أن ننهض بمستوى مكافحتنا الجماعية لظاهرة تغير المناخ نود أن نرسي شراكات خضراء مثل تلك التي أرسيناها مع جنوب أفريقيا والمغرب نود أن تزداهر هذه الشراكات الخضراء في مختلف أرجاء القارة الأفريقية فإن التغير المناخ هو من أهم التحديات المشتركة التي نواجهها وكان من أهم موضوعات هذه القمة ينبغي أن نوفر فرص سانحة لجيل المقبل إن قمنا بالعمل الآن إن أفريقيا تسخر بالثروات تسخر بمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة المياه والرياح والطاقة الشمسية وأفريقيا أيضا تسخر بالموارد الطبيعية فربع التنوع البيولوجي في العالم يوجد في أفريقيا وبالتالي لوضع حد لظاهرة التغير المناخ فإن العالم بحاجة إلى أفريقيا إن الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة سيتطلب إجراء عملية بمراحلها المختلفة وذلك ينتبق على أفريقيا وينتبق على أوروبا أيضا ونحن نعتزم القيام بهذه العملية الانتقالية ونعقد العزم عليها ونتطلع إلى اللقاء بكم في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر في هذه السنة إننا بحاجة إلى كفالة صحة لكوكبنا ولسكاننا والاتحاد الأوروبي هو الشركة الأول لأفريقيا لمكافحة جائحة كوفيد-19 وسنذهب إلى أبعد من ذلك فإننا على المصاري السليم لمشاطرة 450 مليون جرعة إضافية من اللقاح بحلول الصيف مع أفريقيا ونود أن ننهض بقدرة أفريقيا على إنتاج اللقاحات على أساس تكنولوجيا mRNA في مختلف أرجاء القرى ولن أدخل في التفاصيل لأننا ناقشنا هذه الأمور في مؤتمر صحفي صباحا اليوم إن المهم أن نشير هنا إلى أننا عقدنا نقاشات مستفيدة ومكثفة بشأن تعليق العمل باتفاق تريبس اللاجئون بالتجارية ذات الصلة بالملكية الفكرية وضرورة فرض التراخيص الإجبارية هناك هدف مشترك وينبغي أن نمد الجسور بين الموقفين حتى وإن بدي متباعدين سينبغي أن نقرب بينهما إن المفوضية التابعة للإتحاد الأوروبي وتلك التابعة للإتحاد الأفريقي بإمكانهما أن يتعمل معا لهذا الغرض التقريبي وسنلتقي من جديد هنا في بروكسل في الربيع المقبل وسنضع أمامنا مهلة قصوى ينبغي أن نتوصل عندها إلى حل ونتعاون مع منظمة التجارة العالمية ويعجبني أن تكون المهمة واضحة المعالم ومحددة إذن المهمة وضحناها والهدف واضح وبالتالي أمغي علينا أن نبدأ في العمل والتنفيذ الآن أوروبا ستبقى الشريك الأساسي الوفي لأفريقيا وسننتقل منذ الآن لقرن القول بالفعل ترجمة نانسي قنقر